يتداول حديث حول سعي التركي لتشكيل ما تسميه الجيش الوطني السوري وهو عبارة عن دمج ما شكلته من فصائل عملية درع الفرات وغصن الزيتون الاحتلاليتين مع التشكيل الذي برز مؤخرا باسم جبهة التحرير الوطني والذي يضم الفصائل الموجودة في إدلب وفي تصريحات لقائد ما يسمى الجيش الوطني هيثم العفيسي لوكالة رويترز بأنه يمكن أن يكون الدمج قريبا في حال كانت رؤية واحدة تماما مؤشرا إلى أن كل ما يتم تقديمه حتى الآن من دعم للجيش الوطني هو تركي فقط ويتمثل الدعم في تقديم رواتب العناصر وتقديم المساعدة والخبرات في كافة المجالات المادية واللوجستية وآليات والسلاح إذا اضطر الأمر هذه المساعد التركية لتجميع التشكيلين تأتي مع بدء العد العكسي لمعركة إدلب انطلاقا من تحركات نظام الأخيرة في إدلب لكن الوضع في إدلب معقد مع وجود هيئة تحرير الشام النصر سابقا الذراع السوري تنظيم القاعدة والتي تسيطر على أكثر من 60% من مساحة إدلب وما تزال تحظى بدعم من تركيا رغم محاولة الأخيرة انكارها هذا الواقع بينما أكد مصدر عسكري من فصائل إدلب لصحيفة الشرق الأوسط أن هذا الجيش لن يشمل هيئة تحرير الشام ويرى مراقبون أن الأمر يبقى رهين المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا حول مصير الشمال وأن هذا المسعى يشكل عنصرا أساسيا لأنقرة في سياق رغبتها في تكريس نفوذها في هذه المنطقة السورية وفي نفس الوقت ترغب تركيا بمنع الهجوم على إدلب لمنع تدفق المزيد من اللاجئين السوريين إليها خاصة بعد دهور الوضع الاقتصادي لديها وفي ظل المشهد المعقد في إدلب يخرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأقول إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة ما أسماها بالمناطق الآمنة داخل الأراضي السورية مثل ما فعلت خلال احتلالها في عمليتين سابقتين لمناطق في شمال سوريا ويبقى التساؤل حول الهدف الأساسي من دمج ما يسمى الجيش الوطني مع جبهة التحرير الوطني إذا كان لصد هجوم النظام على إدلب أم لمحاربة جبهة النصر ومن ثم تسوية مع النظام بصيغة تخرج تركيا من المأزق الذي وقعت فيه بالشمال السوري موسيقى 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 موسيقى